السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ بالجزء الثاني من درس الاقتران التربيعي ورس منحنا للصف التاسع في روضة مدرسة اكاديمية العزيزة النموذجية بشرف المعلمة براءة الدياس. بالجزء الثاني من الفيديو يا تاسع بدنا نوخذ امثلة ايش ونبلش نرسم بياني بالاقتران التربيعي. تمام يا ميس يلا خلنا انا وياكم نرسم اقتران تربيعي سين تربيع ناقص اربعة. قبل ترسم سحدد لي الف وباء وجيم يمس. باء معامل سين تربيع هون واحد. باء صفر اربعة سالب اربعة. ها جيم سالب اربعة. طيب الخطوة الثانية بعرف طبيعة رسمتي. الف موجب اذا كيف رسمتي رازم تكون مفتوحة للاعلى. ليش للاعلى? لانه الف موجب. حددت بروح احل. الخطوة الاولى. ايجاد نقطة الرأس. كثير نقطة الرأس بتريحك. تمام هاي نقطة الرأس. وهي تتكون من سين وصاد. كيف انت اجد سين وصاد يا تاسع? عندي احداثيات سين صاد. ماشي يمس. هاي السين بقدر اطلحها من خانون. سالب باء على اثنين الف. وهي ناتج تعوض النقطة اللي طلعت معي بعوضها بالاقتران. ماشية ماشية لخنطلح سين انا وياكم. سالب باء على اثنين الف. باء كم? صفر. على اثنين صفر. على اثنين ضرب. كم الف? الف واحد. فاصلة. بايش بطلع الناتج. هاي قاف السالب باء اثنين الف. الصفر على اثنين صفر. هون بدي اطلع قاف السفر. صفر. بروح اعوض الصفر بالاقتران. صفر تربيع. صفر ناقص اربعة. ناقص اربعة. اذا نقطة الرأس صفر مع ناقص اربعة. تمام? تمام. الخطوة الثانية تكوين جدول يا تاسع. بروح اكون جدول. هاي سين. بثبت نقطة الرأس. هاي لحطك ياها بالاحمر. اللي هي الصفر مع سالب اربعة. تمام? صفر مع سالب اربعة. بوخذ نقطتين اكبر من الصفر ونقطتين اقل من الصفر. نوخذ الواحد والاثنين. ونوخذ السالب واحد والسالب اثنين. تمام? عشان راس انتك تيجي مزبوطة. يلا. بدي اطلع الصاد. الصاد هو نفسه التعويض في قاف السين. عوض السالب اثنين. اه الاسب الاثنين هنا. عوض الاثنين بالاقتران الاصلي. اثنين تربيع اربعة ناقص اربعة صفر. عوض الواحد واحد تربيع واحد ناقص اربعة ناقص ثلاث. طيب. عوض السالب واحد سالب واحد تربيع واحد ناقص اربعة ناقص ثلاث. سالب اثنين تربيع اربعة لانه سالب في سالب موجب اربع نقص اربع صفر صار عندي زوج مرتب من سين وصاد بروح على المستوى الاحداثي وين اروح على المستوى الاحداثي بس انا رسمي تقريبي وليس دقيق تمام لاني ما برسم على ورق بياني انا هاي المحاور نذكرها سين الموجب السين السالب صاد الموجب صاد السالب يمس هون بحط القيام اللي بدي اياها هاي واحد هاي اثنين الى ما لنهاية بس احنا بنحط الاشياء اللي مستفيد منها عندي هون واحد اثنين هون عندي سالب سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث هاي سالب اربعة تمام هون خلينا نكملها للاربعة وهون للاربعة وهون للسالب ثلاث وسالب اربعة يلا النقطة الاولى اثنين مع صفر ابلش من سين ولا من صاد لأ من سين اذا النقطة هاي عبارة عن اثنين صفر اثنين سين هاي السين اثنين صفر كاني بشيلي الحركة ما بقدر اتحرك بتصير هاي النقطة بعدين واحد مع سالب ثلاث هاي واحد سيني سالب ثلاث صاد الموجب ولا صاد السالب لأ بنزل على صاد السالب هاي النقطة بعدين صفر مع سالب اربعة هاي تمام بعدين سالب واحد مع سالب ثلاث هاي بعدين سالب اثنين مع صفر تمام ما بقدر اتحرك انه صفر بشو بعدين بوصل بيناتو مش بخط مستقيم هيك تمام هيك دو تصير هاي الرسمة تمام ليش حطيت هيك يا مس اني بقدر اخد قيم الى ما لا نهاية هاي ايش اسميها هاي نقطة الرئيسي طلعتها فوق اللي هي صفر مع سالب اربعة شو هي نقطة الرئيسي صفر مع سالب اربعة تمام لو هي الرسمة يا تاسع عطيت عليها حطيت لكم عليها اسئلة السؤال الاول بدي مجال الاقتران طب يمس ايش هو المجال هي قيم سين اي قيم سين ممكنة طب انا هون اخد سين في شرط لا اخد اي قيم سين فمجاله هو مجموعة العداد الحقيقية يعني خد خمسة سبعة جذر الثلاث جذر اثنين سبعة ثمانية تسعة عشرة سالب خمسة اللي بدك اياه فهو مجالها النسبي وغير النسبي طيب بدي المدى طب ما هي المدى هي قيم صاد الموجبة قيم صاد الموجبة بتركز معي المدى اذا كانت الف موجبة يعني الف اكبر من الصفر بيكون المدى على صورة صاد اكبر او تساوي الاحداث الصاد لنقطة الرأس تمام هون الاحداث الصاد لنقطة الرأس الصاد اكبر او تساوي وين نقطة الرأس هيا شو الاحداث الصاد لها ايضا صاد اكبر من سالب اربعة بنطلع انه كل القيم كانت ايش اكبر من سالب اربعة تمام هاي المدى في اشي اسمه محور التماثل معادلة محور التماثل طب ما هو محور التماثل هو خط مستقيم تمام يقسم المنحنة الى قسمين عنده ثانيو يكون ايش متطابقات يعني لو بعمل محور تماثل بطبقهم على بعض بثنيهم شو بيطلعوا كأنهم طبق واحد تمام معادلة محور التماثل يتاسع الى قانون اللي هي سين تساوي سالبة على اثنين الف يعني كأنها هي نفسها مين الاحداثي السيني نقطة الرأس وهي سين تساوي صفر هاي سين تساوي صفر نحدي نقطة الرأس وقسموا الى قسمين هاي اسميها ايش معادلة محور التماثل تمام